إذن اختبار قوة بين إسرائيل وإيران نقلت صراع في المنطقة إلى مستويات جديدة خصوصا مع انتقال إيران وإسرائيل من حرب الظل إلى المواجهة المباشرة أظهرت إسرائيل تفوقها العسكري في ضرباتها الدقيقة التي أصابت أهدافا عسكرية وسط إيران فالضربات والضربات المضادة بين إسرائيل وإيران زودت العالم برؤى جديدة حول قدرات الجيشين الإسرائيلي والإيراني وهذا ما شكل اختبارا علنيا للغاية بين خصمين عتيدين لم يصل في السابق إلى حد المواجهة المباشرة النقطة المحورية في التطورات الأخيرة هي ما أضاءت عليه صحيفة نيويوك تايمز التي قالت إن الهجوم الذي نفذته إسرائيل استهدف نظام دفاع جوي إيراني من طراز S-300 وذلك بالقرب من نتنز هذا النظام كان أساسيا لكشف واعتراض التهديدات الجوية وتم التحقق من الاستهداف من خلال صور الأقمار الصراعية التي حللتها صحيفة نيويوك تايمز في المحصلة ووفق الصحيفة يظهر الهجوم ويظهر كذلك ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية أمام الهجمات المتطورة والدقيقة والمفاجئة لإسرائيل إذن أصفهان هذه الضربة كشفت الضعف الردع العسكري الإيراني فمنظومة S-300 للدفاع الجوي هي معلوم أنها منظومة روسية تلقى الإيرانيون شحنات منها بالعام 2016 قادمة من موسكو وهي أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى قادرة على التعامل مع أهداف متعددة في وقت واحد إيران لم تقر باستهداف دفاعاتها الجوية بل أنها قالت إن هذه الدفاعات تصدت للهجمات على أصفهان قائد القوات الإيرانية في أصفهان هدد بالتصدي وردع أي هجوم على بلاده دعونا نستمع لمقر الصوت الذي سمع في وقت مبكر من صباح الجمعة في أصفهان لم يكن انفجارا بل كان صوت دفاعنا الجوي القوي يطلق النار على جسم مجبوح ولم يسبب أي أضرار أو حوادث على الإطلاق الدفاع الجوي ومقاتروه الشجعان على استعداد تام لمواجهة أي عدو له نوايا شريرة ضد أرض إيران أو سمائها في هذه المرحلة من التصعيد ومع كثرة الحديث عن تفاجر إيران بالضربة الإسرائيلية وعدم قدرتها على ردعها برز تحذير آخر من أن تهران لم تشرك في المعركة أكبر ميزة عسكرية لها في مواجهة إسرائيل الحديث هنا طبعا عن حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى المتحالفة مع إيران في المنطقة حزب الله على وجه الخصوص وفق الخبراء هو قادر على إجهاد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وخاصة في أي صراع متعدد الجبهات بالحديث عن حلفاء وأذرع إيران وقدرتها على المناورة خارج الحدود هذا ينقلنا حكما للحديث عن حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية وخروج الحرب بين إيران وإسرائيل من الظل يمثل اختبار كذلك للأسلحة العسكرية الستجرية الأمريكية التي أمدت بها إسرائيل أيضا نجاح الجيش الأمريكي في مساعدة إسرائيل أيضا يشير إلى أن واشنطن مستعدة لأي تصعيد محتمل في المنطقة لكن مسؤولون أمريكيون يقولون أن القوات الأمريكية ليست في وضع يؤهلها لصراع كبير ومستدام في الشرق الأوسط ففي الأشهر التي تلت هجوم أكتوبر سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال الألاف من قواتها إلى منطقة كانت قد شهدت انخفاضا مضطردا في الوجوه الأمريكي على مدار السنوات الماضية لكن الكثير من تلك القوات الأمريكية الجديدة موجود على متن سفن حربية وطائرات تتحرك داخل المنطقة وخارجها ولا يتم نشرها إلا بشكل مؤقت لكن هذه الجهوزية الأمريكية والدعم العسكري الكبير لإسرائيل يترافق أيضا مع سعي أمريكي للتهدئة وفق المسؤولين الأمريكيين عن هذا الموضوع تحديدا كنا سألنا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ الذي أجاب بأن بلاده لم تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب إيران وأن بلاده لم تشارك في الضربة الأخيرة نحن قمنا بدعوة لكل أطراف إيران وإسرائيل لخفض التصعيد إذن من وجه نظر الولد المتحدة لا نريد أن نرى أي تصعيد آخر الولد المتحدة لم تشارك ولا تشارك في أي هجوم داخل إيران ليس لدينا أي علاقة مع هذا الخبر سمعنا اليوم صباحا حول هجوم داخل إيران والولد المتحدة ليس لديها أي نية في مشاركة في أي هجوم داخل إيران وأمام مشهد التصعيد الحاصل وإعادة الحسابات الإسرائيلية بعد التصعيد العسكري مع إيران وكالة بلومبر كشفت عن تقديم حكومة نتنياهو طلبا جديد للأسلحة إلى إدارة بايدن هذا الطلب هو غير الصفقة التي يبحثها الآن الكونغرس والتي هي بقيمة تقريبا 18 مليار دولار صحيفة والسي جورنل قدرت قيمة صفقة الأسلحة الجديدة مع إسرائيل بأكثر من مليار دولار تتضمن 700 مليون دولار من ذخيرة دبابات من عيار 120 مليمتر و 500 مليون دولار من المركبات التكتيكية المدرعة وما يقرب من 100 مليون دولار من قذائف هاو حول كل هذه التطورات الأخيرة ونعكاسها أيضا على التحليلات والقراءات في الداخل الإسرائيلي من القدس ينضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاين نيوز عربية نضال كنانا نضال على ضوء كل ما ذكرنا الآن كيف تنعكس هذه التحليلات على إسرائيل بعد جولة من اختبار القدرة على الهجوم والردع ما بين إسرائيل وإيران وحتى مسألة الآن الانتظار لمعونات عسكرية أمريكية هل توجد أي مواقف سابقة لها؟ نعم تسبيح أولا فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران هذه رسالة واضحة من إسرائيل على أنها قادرة على استهداف المشروع النووي الإيراني هذا ما يخيف إيران في هذا الاستهداف أو على الأقل هكذا تعتقد إسرائيل ففي أصفهان هناك على الأقل أربعة مراكز أبحاث ومركز لتخصيب اليورانيوم في المدينة وبالتالي استهداف منظومة الاس 300 وهي الآن المنظومة الأهم التي تدافع عن المشروع النووي الإيراني الذي يتم توزيعه على كافة الأراضي الإيرانية هذا رسالة واضحة بأن إسرائيل قادرة على القضاء على الدفاعات الجوية الإيرانية التي تحمي هذا المشروع وبالتالي سيكون المشروع النووي الإيراني معرض لهجمة إسرائيلية وأن القرار بمهاجمة مثل هذا المشروع هو قرار سياسي في إسرائيل فقط لكن لا توجد أي قيود تقنية أو تسليحية لدى إسرائيل لفعل ذلك هذه رسالة مهمة بالنسبة لإسرائيل تعيد الوضع بين إسرائيل وإيران إلى مرحلة الردع المتبادل على الأقل وبالتالي تضمن لإسرائيل أن لا تتدخل إيران مباشرة ضد إسرائيل كما حدث في الرد الإيراني هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل لأن التدخل الإيراني مباشر كان سيعني قلب المعادلات في المنطقة وهذا ما لا تريده إسرائيل على الأقل في الوضع الحالي بالنسبة للأسلحة والمعونات العسكرية الأمريكية لإسرائيل هذه مهمة جدا أولا إسرائيل هنا ستأخذ مساعدات عسكرية متنوعة جدا ابتداء من القذائف للدبابات وهذه ربما حتى أهم من منظومات الدفاع الجوي في الفترة الحالية صحيح أن إسرائيل تملك أكثر من ثلاثة آلاف دبابة مركافة تصنعها إسرائيل لكن هذه الدبابات ستكون بدون قيمة إن لم يكن هناك قذائف لدى إسرائيل لاستعمالها وإسرائيل تعتمد اعتمادا تاما في القذائف في ما تستخدمه في الدبابات وفي المدفعية حتى قنابل هون تعتمد تماما على الاستيراد خاصة من الولايات المتحدة وبعض الأسلحة من ألمانيا في الفترة الأخيرة كانت الولايات المتحدة تحاول استعمال هذه الذخائر كوسيلة ضغط على إسرائيل لم تعلن مباشرة بأنها لن تزودها بها لكن كانت هناك بعض التأخيرات بعض الأحيان في الفترة الأخيرة على ضوء الخلافات بين البلدين وبالتالي ضغطت على إسرائيل إسرائيل الآن تستخدم تقريبا مخزونها الاستراتيجي في الحرب في قطاع غزة التي استخدمت فيها كميات غير مسبوقة من الذخائر والمشكلة لدى إسرائيل أن هناك إمكانية لحرب على الحدود الشمالية مع لبنان مع حزب الله ستحتاج فيها إلى كميات أكبر بكثير مما استخدمته في قطاع غزة وبالتالي كان من المهم أن تحصل على هذه الذخائر من الولايات المتحدة أمر مهم آخر هو مساعدات مالية من الولايات المتحدة لإسرائيل لتطوير منظومات دفاع جوي جديدة هناك منظومة الدفاع الجوي جديدة التي تعمل بالليزر والتي يمكن أن تحل إسرائيل مشكلة كبيرة من حيث تكلفت التصدي للصواريخ ضمن المساعدات الأمريكية مساعدات لتطوير هذه المنظومة عموما ما يمكنه ربما أكثر هو عودة التعاون الإسرائيلي الأمريكي هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل وإعادة التنويل لإسرائيل طبعا هذا يحسن من وضع إسرائيل الاستراتيجي الآن في حرب على جبهتين من القدس الزميل نيدال كان عنا محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاين نيوز عربية شكرا جزيلا لك نيدال للمزيد من النقاش والتحليل من بيروت أرحب بضيف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنة سعاد العميد دوما أهلا بك معنا في التأسي على سكاين نيوز عربية وبرأيك لماذا فشلت الأس 300 في صد الضربات الإسرائيلية على أصفها الإيرانية تسبيح أثبتت عملية 13 أفريل أو الوعد الصادق الإيراني تفوق تكنولوجيا على تكنولوجيا معينة يعني دائما التكنولوجيا الغربية هي تكنولوجيا متقدمة هذا بالإضافة إلى أن المبدأ الأساسي لسلاح الجو الإسرائيلي دائما هو الهيمنة والسيطرة الجوية بالعام 82 وجريت معركة كبيرة جدا في سهل البقاع لتدمير الصواريخ السورية وهي روسية الصنع سام 6 وسام 7 في سهل البقاع اليوم إسرائيل تتدرب على الأس 300 منذ العام 2017 وقبلها يعني ذهبت إلى أوكرانيا لتدرب طيارينها على كيفية التعامل مع الأس 300 وهي تدربت مع اليونان والتي تملك أس 300 بعد أن أخذتها من قبرص أيضا للتدريب على هذه المواضيع هذا بالإضافة إلى توفر أسلحة بالإضافة إلى السلاح السيبراني يعني عملية مثل التي جرت مؤخرا في الداخل الإيراني مهما كان الحديث ولكن من المعلومات العامة أو المعلومات الموجودة open source intelligence كما يقال يعني نجاح هذه العملية لا يكون بين ليلة وضحاة يعني هذه عملية تحضر أيضا على سبيل المثال الضربة الجوية لقواعد عسكرية في سوريا هو لفتح هذا الكوريدور من درعة وبالتالي إلى شمال سوريا العراق وبالتالي الذهاب إلى العراق إلى العزيزية كما يعني عرفنا من خلال المعلومات المتوفرة فإذا أنت هذه عملية تحضر هلأ لماذا اختيار الأس 300 تسبيح اليوم الأس 300 يعتبر أحدث سلاح دفاع جو في إيران بالإضافة إلى الصياد بالإضافة إلى الكرداد وما شاء نعم ولكن ساعة العميل هذه إسقاط يعني أعطت المقاطعة برأيك هذا الاستهداف الدقيق كان مقصود يعني هذا ما كانت إسرائيل ترغب باستهدافه الرادارات التي هي أهم جزء في منظومة الدفاع الجوي ولأي رسالة عسكرية برأيك كل هدف ذات قيمة استراتيجية في أي بلد من البلدان وبالتحديد إيران هناك منظومة دفاع جوي لهذا الدفاع لهذا الهدف الاستراتيجي يعني تبدأ من الصياد من القرداد وبالتالي الأس 300 لأنه يرصد على بعد 200 كيلومات فإذا أنت إذا أسقطت هذه المنظومة يصبح الهدف ذات القيمة الاستراتيجية هدف سهل ولكن اختياره هذا للدلالة على أن الدفاعات الجوية هي هشة بالمطلق وبالتالي هذا الأمر تدربت على عملية 13 أبريل ورد الإسرائيلي أخذ إسرائيل إلى العمق الإيراني لكشف فعلا الدفاعات والتجربة العملية على الأرض وهذا قد يساعد في المرحلة القادمة على تحذير عملية معينة لحالة السيناريو السيء فإذا أنت لضرب هذه المنظومات يمكن كشف وتعريت الأهداف ذات القيمة الاستراتيجية كيف تدمر كما قلت بالسيبراني وبالتالي هناك قنابل مضادة للرادرات وبالتالي قلت تدربت إسرائيل على كافية القتال وتجنب الرادرات في 2017 بأوكرانيا وبالتمرين والمناورات مع اليونان ما خطورة ذلك حتى ساعة العميد؟ أن إيران اليوم التي تصعد وتتجرأ على إسرائيل تعتمد في منظوماتها الدفاعية على منظومات لدى إسرائيل احتراف في التعامل معها وبالطريات دفاع مطورة محليا وأجهزة سوفيتية وما تبقى حتى من معدات أمريكية من وقت الشاه كما علمنا إيران تريد من روسيا بسبب هذا التحالف المستجد مؤخرا إعطاء المسيرات والصواريخ الباليستية تريد أيضا طائرات ذات قيمة من الجيل الرابع السوخوي 35 وأيضا تريد الأس 400 والأس 300 أكثر تقدما ولكن اليوم العقيدة الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تقوم على الهيمنة الجوية يعني لا تسمح بأن يهيمن أحده على الهيمنة الجوية إذا كانت إيران لا تستطيع مجاراتها تذهب إلى ما يسمى بالعلم العسكري التكافؤ الاستراتيجي يعني استراتيجيك باريتي وذلك بالتعويض عن هذا التقدم التكنولوجي بالكمية مقابل النوعية من هنا رأينا أن حادثة أو وجوم 13 أفريل هو كان 320 بين مسيرة بين صواريخ مجنحة كروز وحتى صواريخ باليستية يعني أنت تعمدين إلى أغراق النظام الدفاعي للآخر وهذا الأمر يعطينا دروس معينة من خلال الضربة بـ 13-20 والرد بـ 18 أفريل يعطينا دروس معينة أساسية اليوم الهجوم الإيراني كان لدى إسرائيل الاستعداد الكافي حتى ولو تبلغ أمريكا أو العراق أو سويسرا أو ما شابه كان لدى إسرائيل الوقت للاستعداد ولكن الكمية تسبيح كمية المتفجرات المقدرة بـ 320 وسيلة أرسلتها إيران تقدر بـ 82 ألف كيلو جرام من المتفجرات لكن نصفها لم يصل يا سعادة العميد ولتعلم ما تباهت إيران بطوتها الصاروخية تحديدا هل كان يمكن لإسرائيل النجاح في ذلك لولا المساعدة الأمريكية الأوروبية برأيك لا يمكن تكرار النجاح الإسرائيلي بسبب عدة عوامل القرار الأمريكي القرار الإنجليزي الفرنسي وحتى الأردني حتى أن اللوجستية ليست متوفرة بكثافة تسبيح لا يمكن لإيران أن تكرر 13 يعني هاتين العمليتين أرستا معادلة جيوسياسية في المنطقة الجديدة اليوم الدروس ستأخذ وبالتالي الانتقال إلى مرحلة جديدة على سبيل المثال إذا إرادت إيران أن تكرر العملية سوف لن تعطي هذا الإنذار المبكر والوقت الكافي من هنا قد تستعمل حزب الله أو قد تستعمل من الداخل السورية أو من الداخل العراقي بشكل لإغراق هذه المنظومة ولكن أعود وأقول أثبتت هذه العملية أن أمريكا تدير المعركة بشكل كامل وشامل إن كان في غزة أو حتى بين إيران وإسرائيل واليوم دخلت إيران إلى العمق الإيراني بعملية عسكرية استنتجت من خلالها أو جست النبض من خلالها لتحديد العملية لاحقة وكأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل إسرائيل للضغط على إيران بالموضوع النووي في الحد الأدنى طيب ساعة العميد إذا قمنا بعمل مقارنة سريعة الرد الإسرائيلي كان دقيق ونوعي وهادئ مقارنة بالاستعراضات الإيرانية التي كانت بالمسيرات والصواريخ في سماء المنطقة الآن لو كانت إيران فهمت الرسالة الإسرائيلية ما هي حدود وأطر قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها هذه الجولة برأيك هل سنعود إلى حرب الظلم بين الجانبين أم بالعكس العمليات الاستكشافية هذه ربما ستحضر إلى مواجهة قادمة أكبر ما بينهما عدنا إلى الرد والرد ولكن بالواسطة ولكن من ضمن قوانين جديدة أو قواعد جديدة لا لضرب إيران في الداخل ولا لضرب من إيران إلى داخل إسرائيل اليوم إيران إسرائيل تستغل المومنتوم الاندفاع من هنا كانت العملية في العراق أيضا لإرسال الرسالة ومن يدري قد تكون عملية لاحقة في اليمن ضد الحسين أو ما شابه ولكن التركيز اليوم دائما هو على ما يجري على جبهة لبنان أيضا الرضا الإسرائيلي هو الدخول هذا كان يحلم به نتنياهو منذ أكثر من عشرين سنة منذ بدء المشروع النووي بالدخول إلى إيران وبالتالي التعامل معها مباشرة وليس عبر العملاء تلاتة اليوم قد يعطى قد يعطى أقول ترضية إضافية لنتنياهو التفاوض بين جوك سوليفن ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي حول موضوع رفح والاتفاق على عملية معينة وبالفعل إنهاء حركة حماس في غزة وهذا ما قيل الآن أن رفح قد تكون هي جائزة لاحقة لمحدودية ما قامت به إسرائيل في إيران لسوء الحظ لسوء الحظ لسوء الحظ أيضا من الناحية العسكرية الاستراتيجية أخيرا سعد العميد بلغة مبسطة من ربح وخسر في اختبار القوى الهجومية والردع الذي جرم بين إيران وإسرائيل تسبيح باختصار هنا لا يمكن قياس النجاح بالرقم أو بالمتريكس اليوم هي إدراك أحد ظهر قوته رد الآخر الأثنين لا يريدان حربا شاملة في المنطقة والرادع الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الذهاب إلى الحرب الواسطة هذا هو ليس هناك من ربح وخسارة سعد العميد الياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي لك جزيل أشكر دوما على إضاحاتك القيمة معنا في التاسعة على سكاين نيوز العربية أشكرك ترجمة نانسي قنقر